الأخت التي سألت بأنها عندها دجاجات وتعطي البيض لأبناء سجين هذا السجين بحسب ما قالت الأخت بريء وسجن بسبب المخبر السري ولعنة الله على المخبر السري وعلى من وضع القانون الذي يأخذ بكلامه هذا الأمر لا يوجد إلا أظن ربما إلا في العراق أن المخبر السري مجرد كلمة للمخبر السري تكون قانونا يمضي في القضاء خلاص بس قال المخبر السري هذا الأمر هذا فلان إرهابي هذا فلان لس هذا فلان سارق هذا فلان مزور هذا فلان هذا راح يدع بسجن وربما يظل السنين يلا بعدين يطلع براءة والمخبر السري لا يعاقب في القانون العالمي في أغلب دول العالم أنه إذا جاء مخبر وقال فلان عنده هذه المسألة تخرج جهات رقابية متابعة ليروا هل هو صادق أم كذب فإذا كان صادقا وتبين الجرم يكافى المخبر وهذا حقه وإذا تبين أنه كذب يعاقب أما عندنا فالمخبر مجرد أنه يخبر يعتقل هذا الإنسان وبعد ذلك قد يعذب وقد يجلد وقد ينتز منه اعتراف كاذب ويجري عليه الحكم وقد يصبر ويخرج وأما المخبر السري فمقدس لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالله عليكم هكذا تمشي الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وكم في المقابر الآن ممن أعدموا على دعاوة لم يسمعوا بها في حياتهم إلا عند الاعتقال ولعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الظالمين وحاشة درعا غير الظالم طيب إذن أختي أنت مثابة وثوابك عظيم عندما تعطينا لهؤلاء الفقراء الذين اعتقل أبوهم ظلما وسددت غيبة أبيهم بهذا الإطعام والله سبحانه وتعالى يثيبك الثواب الأجزل والعظيم وسترينه إن شاء الله في الآخرة بإذن الله بارك الله فيك استمري على هذا الأجر والثواب العظيم